السلام بكم. الجنرال الغزواني يبدو رجل المرحلة القادمة في موريتانيا بعد أن غرد الناطق باسم الحكومة الموريتانية ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد ولد محمد غرد بأن النظام اختار وزير الدفاع والقائد السابق للأركان الموريتانية مرشحاً للاستحقاق الرئاسي المقرر في شهر يونيو القادم. وذلك نتيجة لعزوف الرئيس عزيز عن الترشح لعهدة ثالثة. فما هي دلالات ومآلات ترشيح الغزواني رجل الظل والكواليس ورفيق درب الرئيس الموريتاني الذي بات في ظرف أيام قليل حديث موريتانيا الأول؟ هل هي محاولة من عزيز لإبقاء قبضته على السلطة عبر صديقه الوفي؟ أم هي خطوة أولى على طريق الانتقال الديمقراطي؟ وماذا تفعل المعارضة أمام هذا المرشح؟ هل تنجح في استباء شخصية توفقية؟ يكون لها الثقل اللازم في وجه الغزواني. أسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفية. أولاً السيد عمر والديالي، الوزير والسيناتور الموريتاني السابق، ورئيس اللجنة السياسية للكتلة الداعمة للمترشح للرئاسيات الموريتانية بيرام ولد الده عبيدي ينضم إلينا من واكشوت. وعلى الجهة المقابلة، معنا هنا في الستوديو، السيد محمد البشير والدستاس، الأستاذ المختص بالقانون في جامعة استرازبورغ هنا في فرنسا. سيدتي كريمين، أهلاً بكم معي على قناة الفرانس 24. أهلاً بك، أهلاً بسادة المشاهدين في المغرب الكبير. أبدأ معك سيدي من نواكشوت، وأسألك، يعني هناك من يقول إن اسم الغزواني كان يتردد كثيراً وكان ربما غير مفاجئ، وهناك من يقول على العكس إن الإعلان عن اسمه في هذه المرحلة أربك المعارضة الموريتانية. هل نحن أمام ضربة معلم من قبل النظام؟ الله إن اسم الغزواني كان يردد كثيراً، ولكن كثيراً من الناس يقولون أنه ليس مستعد لمنصب الرئاسي. ولكن كثيراً من البعض يروجوا هذه الأيام الأشهر الثنين القريبة، روجوا أنه سيكون مرشحاً للانتخابات. وأنا قد كتبت مقالاً قلت فيه أن السياسيين والنقابات والموريتانيين بصرفة عامة فما مسألتين يجب أن نتحاشيها. المسألة الأولى هي أن تجرى خلبط في الدستور من أجل ما مري ذالها لمحمد العبد العزيز. والمسألة الثانية هي إن تحاشينا هذه المسألة الأولى فلا بد أن نتحاشيها مسألة ثانية. ما هي هذه المسألة الثانية؟ هي أن يجرى عمل من أجله أن تكون للعسكر دائماً يد على السلطة. وذلك الشيء يعني نفهم ربما مختصر كلام سيد وديالي نفهم من كلامك أنكم ترون أن ترشيح ولد الغزواني يعد ربما طريقة لإبقاء العسكر كما تقول ليده على السلطة. تماماً تماماً طيب لكن هناك من يقول على العكس أن ولد الغزواني يحظى بتوافق كبير بين أطياف الشعب الموريتاني وحتى لدى بعض أطياف المعارضة. وهذا سأسأل فيه السيد والدستاذ الموجود هنا معي في الاستوديو. ما لك في هذا الترشيح؟ أولاً يسعدني أن أحيي الوزير السابق والسياسي المخضرم الأستاذ عمر ولديالي. أنا سعيد بالحديث في جلسة هكذا بوجوده. وفي الحقيقة أيضاً أضم كلامي إلى كلامه في الجزئية التي تحدث فيها عن التخوف الذي كان موجوداً فيما يتعلق بالفقاعات التي أرادت أن تخلخل المصالح العليا للدولة الموريتانية من خلال البحث عن مؤموريات وتعديل الدستور وما إلى ذلك. وهذه النقطة وافقه فيها تماماً. والحمد لله واضح أن رئيس الجمهورية قد وضع حداً لذلك. ونحن كموريتانيين ديمقراطيين وكسياديين سبق وأن شدنا أكثر من مرة بهذه الخطوة. وكان إيماننا واثقاً. كنا واثقين من أن رئيس الجمهورية سيدخل التاريخ من بابه الواسع باحترام هذه المسألة. وعياً منه بالمصالح العليا للدولة الموريتانية. أنت ترى في هذه الخطوة تغليب للمصحة الوطنية العليا من قبل عبد العزيز؟ وهي خطوة على طريق الانتقال الديمقراطي برأيك؟ هي خطوة لتكريس المكتسبات الديمقراطية في الدولة الموريتانية. هي خلاصة وعي لدى القيادة الوطنية في الدولة الموريتانية بأن المكتسبات التي تحققت بعزيمة وقوة وصبر الشعب الموريتاني لا مجال للرجوع عنها. فهذا الوعي سيرشح موريتانيا. تتحدث عن وعي وتحقيق المكتسبات؟ كيف ذلك؟ والرجل الذي تم اختياره هو أولاً رجل عسكري؟ لا علاقة له بالسياسة؟ ورفيق دربولد عبد العزيز؟ دعيني أقول لك شيئاً. وشهاني عملة واحدة. هذا الكلام الانطباعي المزاجي البسيط. أولاً مرشحنا نحن كمدنيين. أنا كمدني وكسيادي. دعيني أكمل لك الفكرة. أنا كعضو داخل تيار الموالات أساساً خاصة الموالات المؤسسية وكعضو في حراك معروف ومبادرة حراك سياديين وخاصة مبادرة الإجماع الوطني من أجل دعم ترشيح معالي الوزير الدفاع الحالي سيد محمد ولد الغزواني. نؤمن بأنه هو مرشح المؤسسية وبأنه هو مرشح الاستمرارية في مؤسسية الدولة الموريتانية في مؤسسية استمرار مكتسباتها. وفي نفس الوقت القدرة الرجل الذي يملك القدرة على التحديث والتجديد المنهجي. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فهذه أغنية ممجوجة. القوات في العالم دعينا نكون في الوقت أن نتجاوز التهم الجائزة باتجاه العسكريين. دعيني أقول للوزير السابق أن في الديمقراطيات الكبرى الجندية شرف. الجندية حكمة. الجندية فضيلة. شرف الجندية. نحن مرشح هنا الآن لا يترشح بصفته جنرال العسكري. ولم يترشح يترشح وهذا يدركه جيداً. هذا يدركه جيداً. أنا أؤمن بأنه يدركه جيداً بأن معالي الوزير المرشح الآن يترشح من منصب وزاري إداري مدني. منصب مدني. وله تلك الخلفية العسكرية التي تزيد ولا تنقص. أذال البذلة أو الوزنة العسكرية ويتقدم ويترشح بصفته وزير مدني. إي سيد عمر ولديالي استمعت إلى مقاله سيد ولد الساس. شكراً. ذال يتذكر أن منذ 1978 كان في موريتانيا رئيس مدني يسمى المختار الداداه. وكانت الفئات الموريتانية تتعايش بسلام وبسلم. ومنذ أن جاء الحكم العسكري صار يفرق بين الشعوب كي يسود. اليوم في موريتانيا وتتالت إذن تتالت في موريتانيا عدد 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 رئاسات عسكرية. والآن يجب أن تترك... طيب إن كان السيد ولد الغزواني الرجل المناسب بالنسبة للمرحلة القادمة. لماذا رفضه؟ هو يحظى بتوافق كما قال السيد ولد الساس هنا. هو لديه ربما جذور حتى قبلية ستسمح له بإدارة البلاد بالطريقة المناسبة. حتى المعارضة تحدثون عن تواصل تقبل بهذا الرجل وتكن له الاحترام. لماذا رفضه؟ لمجرد أنه عسكري. قال لك السيد ولد الساس الجندية في أكبر الديمقراطيات شرف. لماذا لا تكون كذلك في موريتانيا؟ ما العيب في ذلك؟ هذا قول. هذا قول. هذا احترمه وشت نظر الأخ. ولكن في قول يقول أن تجربة الموريتانيين العسكريين لا يمكن أن تتابع. لأن سواء كان في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي كانت هذه التجربة كانت فاشلة تماما. كانت فاشلة تماما والشعب الموريتاني اليوم. كيف نحكم على تجربة قبل حتى أن تحدث؟ يعني هذا ما أنتم بصدد فعله الآن في حزب الصواب وأيضا في الحملة الداعمة لبيرامو الدعبيدي. تتحدثون عن تجربة شخص لم يصل إلى الحكم بعد. لم يصل إلى الرئاسة بعد ولم يتم انتخابه بعد. يعني هناك حكم على النوايا إن صح التعبير. نبني هذا على الرجل الذي اختار الغزواني باسم محمد العبي العزيز. يعني رأيكم مبني على الشخص الذي اختار الغزواني؟ هو الرئيس الحديد. رأينا مبني على شيئين. هو لن تجربة تجربة الأحكام العسكرية. تجربة الأحكام العسكرية. الكلمة لسيد والدستس. أنا أحترم تجربة سيد الوزير وأحترم سنه وأحترم يعني مكانته. وفي نفس الوقت أريد من المشاهد الكريم أن يدرك بأن هذا الخطاب قد مضى وانتهى. يعني الدولة الموريتانية، النخبة الموريتانية بحاجة إلى القطيع المنهجية مع العدائيات الماضوية. ومع الازدواجية في النظر إلى الانتقاص من الجندية والانتقاص من الماضي العسكري. وفي سفيرسا وأيضا بعض العسكريين غير المطلعين لدي أيضا انتقاص من المدنيين. هذه الازدواجية التي عانت منها الشعوب العربية. حتى إن كانت هذه العدائيات الماضوية كما تتبهيها تتضمن مشاركة الغزواني في الانقلاب الذي قام به عبد العزيز. يعني هذا موضي معروف لد. أولا نحن الحمد لله تجاوزنا قضية قراءة الأمور دائما بنظرة ماضوية أيضا ليست منهجية مقدمة. لا يمكن الحكم على الحاضر دون نظر إلى الماضي. نحن نأخذه في الاعتبار لكن تلك مرحلة لها حيذياتها وسبق وأن ناهضناها جميعا حتى المتحدث معك بكل تواضع ناهضها. لكن الحمد لله الدولة الموريتانية تقدمت أشواط وجرمت الانقلابات والمتحدث معك كان كما قلت لك قبل قليل ضد المحاولات الانقلابية على الدستور وضد أي محاولة انقلابية ومع تكريس المكتسبات الديمقراطية. لذلك وقفنا ضد الذين يحاولون التمديد لمأمورية ذالذا وحيينا بكل شرف يعني ونحيي بكل شرف أيضا ما قام به رئيس الجمهورية الحالي. الذي سيسمح وهذه حقيقة دعيني أقولها لك سيسمح لموريتانيا بأن تكون يعني في قاطرة الدول العربية من ناحية الديمقراطية لأنه سيكون في أول مرة في أول مرة في التاريخ العربي دعيني أقول لك هكذا تسمى لأنه هناك كتاب بس دعيني أقول لك شيئا هل يوجد في العالم العربي رئيس أكمل مأموريتين وانسحب وترك المجال لشخص آخر لا يوجد في العالم العربي. هل ينسحب فعل المدعب العزيز أم أنه ينسحب سوريا ظاهريا وسيكون في الكواليس ويمكن أن يبقي يده على السلطة عبر الغزوال. لكل مقام حديث أولا سيد رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز أثبت أنه رجل دولة وأثبت الآن أنه يحترم الدستور وكما قال على رؤوس الإشهاد صحيح الدستور ليس قرانا لكن به مبادة وبذواب تصون المصالح العليا للدولة الموريتانية وبرهن على ذلك بفعل وألجم الذين حاولوا المساس بتلك المكتسبات الضرورية للتفاق على مصالح الدولة الموريتانية. ربما فكرة سيد بشير والدستاس هنا في الستوديو وأنه يكفي ولد عبد العزيز أنه تنحى بمحض إرادته أنه عزف بمحض إرادته عن التنشح لولاية الثالثة. حد الآن ما زال رئيس الجمهورية هو فقط قام بواجبه الأساسي كحامل الدستور الدولة الموريتانية. طيب وبهذا دليل على الديمقراطية المكتسبة في موريتانيا وفق السيد البشير والدستاس. ستكون أول دولة عربية يتم فيها التناوب هذا لا يمكن أن يمكنه الوزير. أول دولة عربية سيتم فيها التناوب. طيب ناخذ رأيه في هذه النقطة ناخذ رأيه. إذن أجدد واحترامي لوجهة نظر الآخر الشاب وأذكره أن تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نحن الموريتانيين حق وحق وانتبع. نعرف نعرف أن الموريتانيين اليوم لا يريدون حكم عسكري. هل استفسرتموهم؟ بأي حق تتكلمون عن الشعب الموريتاني سيد الوزير؟ بأي حق تتكلمون عن الشعب الموريتاني؟ وبأي حق تعتبرون أن الحق بالمطلقي ومع ألف واللام الأهديد هو حقكم. الحق الحق هو حق الله سبحانه وتعالى. وليس الحق حسب وجهة ناركم سيد الوزير. نحن يكمل فكرة. أنا أتكلم أنا أتكلم عن الموريتانيين بأني في موريتانيا ويسكن في موريتانيا هذه الأغنية. أنا أيضا كنت في موريتانيا قبل أسابيع قليلة. لا ينبغي سيد الوزير أن تتكلموا بلسان حال الموريتانيين والموريتانيين قد أعطوا أغلبية برلمانية للتيار الذي نمثله. الموريتانيون عبر صناديق الامتراض وعبر انتخابات نزيلة قد عبروا عن تسبيتهم للنهج السياسي الذي ترشه. بأي استفتاء أنت تعريف جدا أن الانتخابات في موريتانيا لا معنى لها. تلك قصة وقرار. وبالتالي إذا لا معنى لدخول سيد برامو الدعبيدي لمسلس الله أيضا بالتالي. إذا كانت الانتخابات لا معنى لها. تماما ما دام لا تعترفون أصلا بالانتخابات. كيف بإمكانكم أن تعبروا باسم الشعب الموريتاني وأنتم تنكرون الانتخابات؟ نضعه يجيب سيد عمر ولدي. لا 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 أنا قلت أنا قلت أن الانتخابات الموريتانية لا تعطي صحيحة اختيار الشعب الموريتاني. لأن الشعب الموريتاني لأن فيها اشتراع الضمائر فيها التخويف وفيها القابلية وفيها الجهوية وفيها عدم الشفافية من انتخابات. صحيح دعيني على حق يشين. وكل 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 الناس تعرفوه. سيد الوزير. يعني ربما ينقص الدليل في هذا الكلام يعني حتى لا نكون مشحفين في حق جهة على حساب أخرى. سيد محمد بشير الدساس نواصل وربما ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الحوار. قلت بأن الرئيس لا يريد أن يبقى في الكواليس وأن يدير الأمور على طريقته عبر صديقه الوفي السيد الغزواني. لكن هناك من يقول كيف أو من يتساءل كيف ستكون طريقة حكم الغزواني. هل يستطيع فعلا أن يكون استمرارية للنظام ولد عبدالعزيز الحالي أمنه؟ قد يشكل قطيع ما هو ويحدث مثل ما حدث في أنجولا مثلا بين دوسانتوس ولورينسو. ينقلب خلفوا على السلف. إن مرشحا أولا يجب أن نعرف شيئا مرشحا معالي وزير الدفاع الوطني كينون مستقلة شخصية فذة مستقلة وقائمة بذاتها عن رئيس الجمهورية. صحيح هناك التقاءات وهناك منهج هناك نهج مشترك. لذلك أنا قلت وصف دقيق قلت بأن مرشحنا ومرشح المؤسسية استمرارية المؤسسية والتجديد المنهجي. وهذا يختصر كل المؤسسية أي أنه من زاوية المؤسسية من زاوية من زاوية من زاوية المؤسسية هناك التقاء وتطابق مع رئيس الجمهورية الحالي فخامة الرئيس محمد وعبد العزيز. أما من الناحية الأخرى من ناحية التجديد المنهجي فشخصية المرشح معالي وزير الدفاع ستفرد نمط جديد في الحكم ومنهجية أخرى تلتقي من حيث الفكر وهذا هو الذي ورئيس الجمهورية جمعني بلقاء في الحقيقة رئيس الجمهورية إنسان مؤمن بأن الذي يجمع بين الرجال هو الفكر الذي يجمع بين الرجال هو الفكرة والمنهجية أما الرجال يتغيرون من ناحية التجديد المنهجي ونحن نؤمن بأن مرشحنا لديه الحكمة والحنكة والحس الجيوستراتيجي بحكم أنه كان المهنجس الذي كان وراء إعادة هيكلة قواتنا المسلحة والتي جعلت من الدولة الموريتانية نتحدث عن هذه النقاط نقطة الزاوية مع سيد عمر الوديالي الوزير السابق سيد عمر الوديالي أنت سياسي مخضر ووزير سابق وتعرف مجال السياسة خير المعرفة ألا ترى بأن شخصية ولد الغزواني هي أحق شخصية بأن تتولى مقاليد السلطة خلال الفترة القادمة نظرا لخبرته وحنكته كما قال البشير ولد الساس هو رجل عسكري لكن أيضا رجل لديه علاقات وطيدة جدا مع بعض الدول الكبيرة نتحدث عن فرنسا نتحدث عن الولايات المتحدة نتحدث حتى يعني عن قد ربما يغير الدبلوماسية وجه الدبلوماسية الموريتانية خلال الفترة القادمة أعطينا اسم واحد فقط من المعارضة لديه الثقل أو الوزن الكافي للوقوف في وجه ولد الغزواني أعطيكم اسم المرشاح الذي أسانده وهو برام الداول لعبي طيب هذا 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 الإنسان شاب معروف على مستوى موريتاني كلها وعلى المستوى الدولي وأظن أنه لكن هل هو رجل دولة نعم نعم رجل دولة لماذا لم يكن هكذا هو هو ترشح الانتخابات ترشح الانتخابات ترشح الانتخابات يعني متكرب بينما مرشح هنا مرشح أوبراسيونل جاهز سيد عمر ولدي تعليق لا 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 أحترم أحترم وجد نظر ولكن أظن أن ليس لا لا مقارنة بالنسبة لي لا مقارنة بين عسكري سابقا ومدني منذ صغره إلى الآن لأن لأن حياة العسكري فلنترك الماضي العسكري ليود الغزواني جانبا وربما نتحدث عن هذا الماضي كخبرة عسكرية يتمتع بها الرجل ألا ترى بأن الرجل تجتمع فيه الصفات الكاملة لقيادة الدولة لقيادة موريتانيا في مرحلة حساسة جدا ونعلم الأخطار المحذقة بموريتانيا في هذه المرحلة ثم 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 مثل حسان يقول يعضوا الحنش يعضوا الحبل خلعة من عضه حي سيكون الحبل له مزعي أو مخوف ونحن كما قلت في البداية عندنا تجربة من الأحكام العسكرية وأملنا يعني الرفب منتلق المبدأ نبني نبني وأملنا أن نبني موريتاني يجد كل موريتاني فيها ذاته طيب وصلت فكرة أشكرك حسب وحسب 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 ما عشنا في النوم العسكرية هي نوم قلت في البداية أنها نوم تقسيم شكرا لك سيد عمر ولد يالي مع ناسا فقط برنامج انتهى الفكرة واضحة أشهرك سأعطي كلمة أخيرة باختصار يعني ثانية أولا كما قلت قبل قليل ابتسامة تدول على أن مرشح هو أما مرشح هنا فهو مرشح الوحدة الوطنية من ناحية وهو مرشح جاهز للعمل مرشح جاهز للعمل أوبراصيونال لا 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 سيد وقيالي الوزير السابق والسيناتور الموريتاني الذي يدعم الرشح ولد عبيدي رئيس حركة إيران للانتخابات القادمة وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة واجهني واجه مع الأسف سيدي انتهى الوقت الفكرة وصلت ونحن لا نحكم لا على النواية ولا على الابتسامات يعني الفكرة واضحة